شاب شعره واشتعلت سنونه تعبا وارتقى كثير من اقرانه في بلاده شهداء وبقي هو مع من بقوا ابو الوليد خالد مشعل احد مؤسسي وقادة حركة المقاومة الاسلامية حماس المطارد سياسيا منذ عقود ابن سلوات قضاء رام الله بفلسطين المحتلة والمولود عام الفين وتسعمائة وستة وخمسين شغلت دولة واجهزتها سنين طويلة عندما جلس كرسية رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام الفين وتسعمائة وستة وتسعين وحتى الفين وسبعة عشر على ان كرسية رئاسة الحركة لن تكون كاي كرسي كأن هذا الكرسي تحول الى هدف تصويب اخذته العديد من الدول بدأ تعليمه الابتدائية في سلوات حتى عام الفين وتسعمائة وسبعة وستين قبل ان يغادر مع اسرته الى الكويت بجواز سفر اردني بالطبع هناك عاش ليحصل على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الكويت الجامعة التي كانت في حقبة سبعينيات من القرن الماضي منحلة تيارات فكرية عربية عامة وفلسطينية خاصة كانت تلك الفترة الذهبية لتكوين شخصيته وتنمية ملكاته مذكرا قاد التيار الاسلامية الفلسطينية في جامعة الكويت مشاركا في تأسيس كتلة الحق الاسلامية التي نافست قوائم حركة فتح على قيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الكويت تلك الكتلة التي سرعان ما تحولت بعد تخرجه الى ما عرف بالرابطة الاسلامية لطلبة فلسطين تخرج مشعل في عام الفين وتسعمائة وثمانية وسبعين وعمل مدرسا للفيزياء في الكويت ثم تزوج بعدها بسنتين وله من الابناء سبعة ثلاث فتيات واربعة صبية يحمل خالد مشعل اجازة في القرآن الكريم حفظا وقراءة بسند متصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم مبكرا انضم الى جماعة الاخوان المسلمين الجناح الفلسطيني هذا يعني انه سيكون احدى عضاء حركة حماس لدى تأسيسها عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين ثم انضم الى المكتب السياسي لحركة حماس منذ تأسيسها نهاية عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين كما كل الاردنيين والفلسطينيين غادر مشعل الكويت الى الاردن عام الف وتسعمائة وتسعين وفي العام الف وتسعمائة وستة وتسعين اصبح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالفا لموسى ابو مرزوق الذي اعتقل في الولايات المتحدة ولم يمضي سوى عام على تسلمه المنصب حتى تعرض لمحاولة اغتيال مشهورة في الخامس والعشرين من ايلول الف وتسعمائة وسبعة وتسعين باستهدافه على يد الموساد الاسرائيلي بتوجهات مباشرة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو بجوازات سفر كندية مزورة دخل عشرة عناصر من الموساد المملكة حقنا خالد مشعل بمادة سامة غير معروفة اثناء سيره في شارع وصف التل الجاردنز في عمان سريعا اكتشفت السلطات الاردنية المحاولة والقت القبض على اثنين من عناصر الموساد المتورطين في العملية عن طريق السائق المرافق لمشعل عرف الاردنيون حينها غضب الراحل الكبير الملك الحسين بن طلال على العملية طلب الملك من رئيس الوزراء الاسرائيلي المصلة المضاد للمادة السامة التي حقن بها خالد مشعل فرفض نتنياهو مطلب الملك حسين في بادئ الامر فاخذت محاولة اغتياله بعدا سياسيا تدخل الرئيس الامريكي بيلي كلينتون وارغم نتنياهو على تقديم المصل المضاد للسم المستعمل رضخ نتنياهو لضغوط كلينتون في النهاية وقام بتسليم المصل المضاد وصف الرئيس الامريكي بيلي كلينتون رئيس الوزراء الاسرائيلي بالكلمات التالية لا استطيع التعامل مع هذا الرجل انه مستحيل ولاحقا جرت صفقة تبادل اطلقت فيها السلطات الاردنية عملاء الموساد مقابل اطلاق صراح الشيخ احمد ياسين المحكوم بالسجن مدى الحياة في السجون الاسرائيلية لاحقا وبعد طلب السلطات الاردنية من قادة حماس مغادرة المملكة استقر مشعا في العاصمة السورية دمشق وبعد اغتيال القوات الاسرائيلية للشيخ احمد ياسين في اذار عام الفين واربعة اعلنت الحركة انتخاب مشعل رئيسا عاما للحركة وخلال تصعد الازمة في سوريا غادرت الحركة دمشق بعد موقفه الرافض لسياسات النظام تجاه الشعب السوري قبل ان تبدأ العلاقات بالعودة التدريجية عام الفين واثنين وعشرين اما اليوم فيتسلم خالد مشعل منصب رئيس حركة حماس في الخارج اشتركوا في القناة